اعزائي طلبة الصف الاول الثانوي اهلا بكم ودرس جديد من دروس الاحياء تابع مملكة الحيوان ونتكلم فيها عن شعبة الحبليات يعني نستكمل تصنيف مملكة الحيوان في هذا الدرس ايه الصفات العامة والخصائص العامة لشعبة الحبليات وايه سبب تسميتها بهذا الاسم اولا هي شعبة تضم ارقى واعقد حيوانات المملكة الحيوانية في التركيب وفي المعيشة اهم ما يميزها ان الاجنة بتاعتها بيبقى فيها تركيب بيبقى عبارة عن جزء ظهري يسمى الحبل الظهري الحبل الظهري ده قد يبقى طوال العمر في بعضها زي ما احنا شايفين في الفيديو وقد يتحول لعمود فقري في معظمها وده بيختلف عن الحبل العصبي اللي هو الحبل الشوكي شكل قدامي بيبين مكان الحبل الظهري اللي موجود في اجسام هذه الكائنات الى جنة بتاعتها هي اللي بيبقى موجود فيها ويتحول مع تقدم العمر الى عمود فقري في غالبيتها بنصنفها لعدة شعيبات اهمها شعيبة الفقريات وهي اللي هنتكلم عنها في هذا الدرس خصائص العامة ايضا لشعبة الحبليات يظهر الحبل الظهري فيها في المرحلة الجنينية ومع نمو الجنين يستبدل بعمود فقري يحيط بالحبل العصبي اللي هو الحبل الشوكي عشان يحميه زي ما احنا شايفين في الكائنات اللي قدامنا هنا تحول الحبل الظهري الى عمود فقري بنجد ان لها هيكل الهيكل ده يتكون من العمود الفقري والجنجمة والقفص الصدري وايضا معها الاحزمة زي الحزام الكتفي اللي بيربط الطرفين العلويين بالقفص الصدري وزي الحزام الحوضي اللي بيربط الطرفين السفليين بالعمود الفقري بالاضافة للاطراف اذا هذا الهيكل الداخلي اللي موجود فيه الفقاريات يتكون من العمود الفقري الجنجمة القفص الصدري والاحزمة والاطراف ايضا الجهاز الدوري فيها جهاز دوري يتكون من قلب به عدة حجرات الاوعية الدموية بيمر فيها الدم بتبقى متصلة بالقلب والجهاز الدوري في هذه الكائنات يسمى جهاز دوري مغلق لان الدم يدور ما بين القلب والاوعية الدموية ثم يعود الى القلب اي لا يخرج من هذه الدورة والدم بيلف في الجسم علشان يوزع الغزة والاكسجين على كل خلايا الجسم وايضا بيجمع الفضلات ويوصلها لاعضاء الاخراج جمعها من الخلايا بتاع جسم هذا الكائن نصرفها لمجموعة من الطواف سبع طواف هي الاسماك اللافكية والاسماك الاضروفية والاسماك العظمية والبر المعيات والزواحف والطيور والسديات ونبدأ ندرس هذه المجموعة اللي هي شعبة الحمليات اللي هي شعيبة الفقاريات اللي لها عمود فقري طائفة طائفة ونبدأ بالطائفة الأولى وهي طائفة الأسماك اللافكية تعال نشوف التصنيف الدقيق لهذه الشعبة أولا تصنف لسبع طواف زي ما قلنا أسماك لافكية أسماك عظمية أسماك غضروفية وبر المعيات وزواحف وطيور وسديات وسديات منها ثلاث طوافات تحت طائفة طوافة السديات الأولى والثديات الكيسية والثديات الحقيقية أو المشيمية وطوافة السديات الحقيقية تقسم إلى مجموعة من الرتب وهي ردبة عديمة الأسنان ردبة أكلة الحشرات ردبة أكلة اللحوم ردبة الحيوانات الحافرية وحيدة الإصبع أو فرضية الإصبع والحيوانات الحافرية زوجية الإصبع وردبة الحوتيات وردبة القوارض والأرنبيات والخفشيات وردبة الحيوانات الخرطومية وأخيرا أرقى الرتب وهي الرئيسيات اللي بيبقى على قمتها الإنسان تعالوا نتكلم عن هذا التصنيف بالتفصيل وهنبدأ بطائفة الأسماك اللافكية هنتكلم عن الهيكل الداخلي بتاعها ونقول إنه هيكل غضروف يعني مفاش عظام وجسمها رفيع يشبه السعابين صوبان السمك الفن بتاعها زي ما هنشايفين في الصورة حرقي أو دائري فيه لسان خشن وأسنان عديدة حوالين الفن وليس له فقوق وده سبب تسميتها ملهاش زعانف زوجية تعيش متطفلة تلتصق بأجسام الحيوانات المائية وتثبت نفسها بالأسنان اللي هي عدة صفوف اللي احنا شايفينها في الشكل قدامنا وتنهش لحم هذه الأسماك بلسانها الخشن ومن العجائب إن هي هذه الحيوانات تنهش لحم الأسماك وهي حية ولا تستطيع الأسماك مهما كان حجمها كبير إنها تطرد هذه الحيوانات خاصة إن النسان بتاعها بيشبه المبرد المثال بتاعها كأن يسمى حيوان اللامبري زي الشكل اللي قدامنا ده عندي طائفتين بناخدهم دايما مع بعض كمقارنة نظر اللي أوجه التشبه والاختلاف ما بينهم لأن كلاهما أسماك لكن ما بينهم اختلافات كلاهما أسماك يعني يتنفسوا بالخشيم يعيشوا في المية لهم طريقة معينة للحركة في الماء لكن الاختلافات متعددة ما بين هاتين الطائفتين الاختلافات بتبقى في الهيكل وفي الجسم وفي الفم في الزعانف في الخياشيم في المسانات الهوائية في الأجناس وفي المعيشة طريقة التكاثر وطبعا فيه إلى أمثلة لو تكلمنا عن الهيكل الداخلي من اسم الطائفة بيجي هيكلها فالأسماك الغضروفية هيكلها غضروفي أما العظمية هيكلها عظم الجسم في الأسماك الغضروفية بيبقى مغطى بقشور سنية يعني تشبه الأسنان في تركبها لكن في الأسماك العظمية اللي احنا بيتعامل معها غالبيتنا في البيوت كغذاء بيبقى مغطى بقشور عظمية ومن قشور العظمية بتبقى قرصية الشكل وبتبقى مسبتة من الأمام وسائبة من الخلف الفم بالنسبة للحيوانات التي تنتمي لأسماك الغضروفية موجود في ناحية البطن أسفل الرأس في الجزء السفلي من الرأس اللي هو الجهة البطنية بيبقى فيه فكين عليهم عدة صفوف من الأسنان القوية جدا تساعدها في الافتراس أما بالنسبة للأسماك العظمية فالفم في مقدمة الرأس والأسنان بتاعتها بتبقى ضعيفة الزعانف في الأسماك الغضروفية لوسيلة العوم بتبقى زوجية أما الأسماك العظمية بيبقى لها زعانف زوجية وأخرى فردية الفردية زي الزعنفة الزيلية الزوجية زي الزعنفة الصدرية والزعنفة الحوضية كلها تتنفس بالخيشيم سواء الأسماك الغضروفية أو العظمية ولكن تختلف الخيشيم والفتحات الخيشومية في الأسماك الغضروفية عن الأسماك العظمية فأن الفتحات الخيشومية في الأسماك الغضروفية ليست مغطاة بغطاء خارجي خيشومي بينما في الأسماك العظمية بتبقى مغطاة بغطاء خيشومي المسانات الهوائية غير موجودة في الأسماك الغضروفية ولكنها موجودة في الأسماك العظمية تساعدها على السباحة وعلى الغطس تساعدها لأنها بيتغير تركيز الهوى فيها وبالتالي بيزداد وزنه أو يقل حسب العمق اللي هي موجودة فيه واللي هي عايزة توصله الأجناس منفصلة في الحالتين في الأسماك الغضروفية والعظمية يعني منها الزكور ومنها الإنس لكن الفرق في أن الأسماك الغضروفية التلقيح فيها داخلي يعني بيتم تزاوج ما بين الزكور والإنس والبويضات تخصف داخل جسم الأنسة والبويضات بتنزل منها مخصبة بينما الأسماك العظمية التلقيح خارجي في المية الإنس تضع البيض في المية والذكور تصب عليها الحيانات المنوية في المية ويتم التلقيح والإخصاب في الماء وتكوين الجنين أيضا يتم فيه المية تعيش الأسماك الغضروفية في المياه المالحة غالبا البحار والمحطات لكن الأسماك العظمية بتعيش فيه نوعي الماء سواء مالح أو عزم الأمثلة عندي في الأسماك الغضروفية زي سمكة القرش وسمكة الراي الأسماك العظمية معظم الأسماك التي نتعامل معها في حياتنا زي البلطي والبوري والبياض كل دي أسماك عظمية تعال نشوف صور تبين أمثلة لهذه المجموعة وهذه المجموعة الأسماك الغضروفية والأسماك العظمية القرش قدامي عندي هنا نوع من الأسماك العظمية أيضا سمكة الراي هنا سمكة البلطي وأدي عندي شكل بيبين الأسماك الغضروفية لاحظ أن الفم ناحية البط سواء في القرش أو في الراي دي أشكال من الأسماك العظمية لاحظ أن الفم موجود في المقدمة وفيه غطاء خيشومي والجسم مغطى بقشور قرصية وطبعا هناك تنوع شديد جدا في عالم الأسماك الطائفة اللي بعد كده هنتكلم فيها عن طائفة البرمائيات وهذه الكائنات البرمائيات من زوات الدم البارد بمعنى أن دمها تتغير درجة حرارته بتغير حرارة البيئة يعني لو درجة حرارة البيئة وصلت 20 درجة حرارة دم هذه الكائنات يبقى 20 لو وصلت 40 دم هذه الحيوانات درجة حرارته تبقى 40 هنشوف خصائص هذه المجموعة من الكائنات الجسم مغطى بجلد رطب وغدي لأنه له دور في التنفس لها أربع أطراف خماسية الأصابع أطوارها الجنينية تعيش في الماء تتنفس بالخياشيم أما البالغة تعيش على اليابسة وبدأ سبب تسميتها البرمائيات نجد أن هذه الكائنات من أمثلتها الضفضعة والسلماندر أجنسها منفصلة والتلقيح فيها خارجي زي الأسماك العظمية نلاحظ أن القلب أبر عن ثلاث حجرات أزينين وبطين واحد هذه الكائنات قلبها ثلاث حجرات فقط اللي هم أزينين وبطين وعزاي ما احنا شايفين في الشكل قدامنا دي أمثلة وأشكال متعددة من الحيوانات البرمائية أشكال مختلفة وألوان مختلفة من الضفاضع من حيوان السلماندر واللي ظهرين قدامنا الطائفة اللي بعد كده طائفة الزواحف وما زلنا بنتكلم عن طواقف الفقاريات الزواحف أيضا زي البرمائيات في أنها من زوات الدم البارد أي تتغير حرارتها بتغير حرارة البيئة وقدامي أشكال متعددة من الزواحف نجد قدامنا بعض السلاحف الغرل الحرباء وأيضا السعابين وغيرها والزواحف من أقدم الكائنات وجودا على الأرض وانقرض العديد منها اللي هي كان الزواحف أملاقة من ملايين السنين ولكن يبقى أنواع متعددة منها تكيفت مع البيئة ولم تنقرض لو تكلمنا عنها نتكلم عن الجسم يتكون من أربع مناطق رأس وعنق وجزة وزيل بيبقى عليه حراشيف قرنية صلبة من مادة الكيراتين دي وسيلة الحماية بالإضافة لبعضها يوجد فيه صفائح قرنية من مادة الكيراتين أيضا أو دروع عظمية أطرافها أربعة بس بتبقى الأطراف ضعيفة أو قصيرة أو مختزلة تماما وساعة الإختزال ستحرك زحفا زي السعابين كل إصبع من الأصابع الخمسة الموجودة في الأطراف فيه مخلب قرني يستخدمه سواء في المشي أو التسلق أو في افتراس الفرائس تتنفس الهواء الجوي بالرئتين حتى اللي بتعيش في المياه منها زي التمسيح التمسيح من الزواحف اللي بتقضي فترة في الماء ولكنها تتنفس الهواء الجوي جنسها منفصل يعني منها الزكور ومنها الإنس وهنا فيه تلقيح داخلي يعني يتم تزوج ما بين الزكور والإنس والبويضات تخصب داخل جسم الأنسة وتنزل من جسم الأنسة مخصبة وبيبقى لها قشرة صلبة حواليها البويضة لها قشرة صلبة من مادة الكالسيوم وفي بعضها بتبقى القشرة جلدية الأمثلة عندي كتير جدا زي التمساح وهو ده اللي بيعيش جزء من حياته في الميا السلاح فا البرص السحلية لاحظ معايا الصور أيضا الحرباء اللي بيتغير لونها طبعا للبيئة كوسيلة للتمويه أو التخفي من الأعداء والسعابين بأشكالها المختلفة وأنواعها وبيئاتها المختلفة ده الشكل بتاع القلب اللي هو رباعي الحجرات موجود في الزواحف احنا كنا قلنا انه في البرميات القلب سلاسي الحجرات فقط لكن هنا القلب بيبقى في الزواحف رباعي الحجرات وده مقارنة بين القلب في البرميات والزواحف ودي أشكال من هذه المجموعة من الزواحف السعابين زي الكوبرا اللي قدامنا والسحليات والابراس والحرباء وغيره إلى أمثلة ان احنا شفناها قبل هذه الحرباء السلحفاء كأمثلة لهذه الكائنات تنطبق عليها كل الخصاص اللي قلنا عليها دلوقتي نتكلم عن الطائفة التالية وهي طائفة الطيور من أوسع الكائنات انتشارة على سطح الأرض تنتشر في بيئات متعددة تأخذ أشكال وأحجام مختلفة الميزة التي تختلف فيها عن الزواحف وعن البرمائيات أنها من زواحفة الدم الحار يعني ثابتة الحرارة درجة حرارة جسمها ثابتة مهما تغيرت حرارة البيئة نلاحظ قدامنا في الصورة التنوع في الشكل وفي الألوان وفي الأحجام كلها جسمها مغطة بالريش لها أربع أطراف لكن الطرفين الأماميين متحاولين لأجنحة للطيران الطرفين الخلفيين يختلف شكلهم علشان يؤدي وظائف مختلفة نجد أنها قد تستخدم الطرفين دولا للتسلق أو القدس اللي هما طرفين الخلفيين بتتنفس الهوى الجوي بالريقتين أجنسها بتبقى منها الزكور ومنها الإناس توقحها داخلي الإناس بينزل البيض من جسمها مخصب ترقد عليه توفل له الدفء حتى يفقس تلعم عملية الطيران فإن عظمها خفيف ومجور وعضلة القص اللي موجودة في الصدر عريضة تلقى معملية الطيران لأن جسمها مهيئ لهذه العملية عظمها بيبقى مجوف وزنه خفيف كسفته قليلة العظمة بتاعة القص بتبقى زورقية الشكل عاملة زي المركب وبتبقى عريضة يتثبت فيها العضلات اللي بتحرك الأجنحة وهي عضلات قوية جدا أجسمها فيها أكياس هوائية جهازها التنفسي بالإضافة للرئتين في حوالي ست أكياس هوائية تخزن كمية إضافية من الهوى عشان تساعدها على أداء المجهود أثناء الطيران عندي أمثلة متعددة منها العصافير بأنواعها وأشكالها الحمام الصقر اللي عحظ معايا الصور البط الدجاج النسر وعندي كمان فيديو بيبين بعض هذه الكائنات ده الغراب نوع من الطيور أيضا ده إن عام كبيرة الحجم أرجلها طويلة للمش أشكال وأنواع مختلفة من هذه الكائنات ده الكلام اللي قلناه إنه الجهاز التنفسي يحتوي على ست أكياس هوائية حول الرئتين للمساعدة في عملية توفير الهوى للتنفس اللازم لإنتاج الطاقة علشان تلائم عملية الطيران الطائفة الأخيرة من طائف الفقاريات هي طائفة السدييات وهذه الكائنات أيضا تشبه الطيور في أنها سيابتت الحرارة من زواجة الدم الحار لو تكلمنا عن الجسم هنجد أنه له أربع مناطق رأسه عنه قصدر وبطنه اللي بيبقى مغطى بالشعر الأطراف أربع أطراف في كل منها خمس أصابع تزود بمخالب أو أظافر أو حوافر أو خف جمعها أخفاف تتنفس الهواء الجوي بالرئتين أجناسها منفصلة يعني منها الزكور ومنها الإنس وتلد صغار في معظمها الصغار دي قد تكون مكتملة النمو وقد تكون غير مكتملة النمو لها تلت طويئفات طويئفة السديات الأولية والسديات الكيسية وسديات الحقيقية أو المشيمية هنتكلم عن الطويئفات التلاتة كل واحدة على حدة خصائصها وأمثلتها طويئفة السديات الأولية بنجد أنها لا تلت إنما تبيض وترقض على البيض زي الطيور بينما السديات الكيسية تلت صغار غير مكتملة التكوين وهتحتفظ بها بأكياس على البطن بتاع الأم السديات الحقيقية دي المثال الحقيقي لسديات بتلت صغار مكتملة النمو في طويئفة مع السدي اللي موجودة في الكيس اللي بتحتفظ به الأم بالصغير غير مكتمل النمو حتى يكتمل نمو السديات الحقيقية ترضع الصغار من أزداء موجودة على الصدر السديات الأولية لها فتحة لإخراج البول والبراز والبيض يعني كل ما يخرج من جسمها يخرج عن طريق فتحة واحدة تسمى فتحة المجمعة السديات الكيسية سبب ولادتها لصغار غير مكتمل التكوين أنها ليس لها مشيمة حتى يتغذى منها الجنين داخل الأم وده عكس السديات الحقيقية اللي بتكون مشيمة في الرحم يتصل بها الجنين عن طريق الحبل السري ويكتمل نموه ونتيجة حصوله على الغزا من هذه المشيمة عن طريق الحبل السري داخل رحم الأم أمثلة السديات الأولية خلد الماء اللي بنسميه منقار البط قنفز النمل اللي هو بنسميه آكل النمل الشوكي السديات الكيسية زي الكنجارو السديات الحقيقية دليها 11 رتبة هنتكلم عنهم بالتفصيل في حينهم أشكال من السديات الأولية خلد الماء وآكل النمل الشوكي أسديات الكيسية زي الكنجارو شايفين الكيس اللي على بطنه اللي بيحتفظ به الجنين فيه السديات الحقيقية تشمل 11 طائفة شكل اللي قدامي بيبين الكنجارو ويهي الكيس اللي عليه طبعا هذه المجموعة من الكائنات اللي هي السديات بصورة عامة القلب رباعي الحجرات وزينين ومطينين هذه الكائنات تعتبر أرقى الفقاريات ما ننساش إن جسمها كل السديات بيبقى مغطة بالشعر لاحظ معايا أشكال مختلفة اللي قدل اللي فوق ده خلد الماء اللي هو من السديات الأولية اللي على اليسار اللي هو كانجارو من السديات الكيسية واللي على اليمين ده الخفاش من السديات الحقيقية قدامي الفئران الكلام الفيلة كلها أمثلة للسديات الحقيقية كانجارو اللي هو من السديات الكيسية ومجموعة من الكائنات أخرى تنتمي إلى الساديات الأولية أو الساديات الحقيقية عندي 11 ردبة في الساديات أولهم ردبة عديمة الأسنان ودي أمر عن كائنات بعضها مفهوش أسنان خالص بعضها فقط الأسنان الأميمية فقط بيبقى لها مخالب المخالب دي وسيلة للإفتراس المخالب تبقى قوية وملتوية منحنية كده معقوفة من أمثلتها حيوان المدرع وحيوان الكسلان الردبة التانية من ردب طائفة الساديات آكلة الحشرات هذه الكائنات من اسمها نعرف أن هي بتأكل الحشرات زي النمل وعشان كده بنجد أنه أسنانها الأمامية اللي هي القواطع العلوية والسفلية تمتد للأمام تبقى عاملة زي الملقاط للقبض على الفرائز بتاعتها من الحشرات زي القنفز وانفرق هنا ما بين القنفز والقنفز آكل النمل الشوكي ده من الساديات الأولية وهي لعملية المهاجمة والإفتراس فبنجد أن لها أنياب مدببة مدببة وطويلة وأيضا الدروس الأمامية بتبقى حادة جدا الدروس الخلفية بتبقى عريضة وبتبقى طاحنة المخالب بتاعتها بتبقى قوية وحادة وملتوية كل دي حاجات بتخليها تفترس بطريقة سريعة وتزود سرعتها وبرضه بنزود معلومة أنه هذه الحيوانات اللي هي آكلة اللحوم تتميز بحدة السمع وحدة الإبصار ومرونة الجسم والسرعة الشديدة في العدو والجري إلى مثلة قدامي وقلنا عليها قبل كده عندنا كمان ردبة الحافريات فردية الإصبع عندنا الحافريات هنلاقي منها ردبتين حافريات فردية الإصبع وحافريات زوجية الإصبع فردية الإصبع أي أنه الأصابع بتاع الأطراف الأربعة ملتحمة مع بعضها ومحاطة بغلاف واحد قرني فتسمى حافر نجد إن هي كلها آكلة عشب لها إصبع واحد وأحياناً ثلاث أصابع بها حوافر قرنية تبقى أسنانها كبيرة وتبقى طاحنة بس علشان تتكيف لطحن الأعشاب اللي بتتغذى عنها عندنا أمثلة متعددة منها زي الخرتيت الخيول الحمير الحمير الوحشية كل دي من الحافريات فردية الإصبع بالإضافة إلى الماشية الردبة اللي بعد كده ردبة الحافريات زوجية الإصبع زي فردية الإصبع آكلة عشب ولكن لها عدد زوجي من الأصابع بيع حوافر قرنية وبنجد إنه الحافر بتاعها بيبقى مشقوق زي الأغنام الماعز الزرافة الإبل كل دي أنواع من زوجية الإصبع ونلاحظ إنه الإبل اللي هي الجمال الطرف وآخرته ونهايته وتحوره إلى خف ردبة الحوتيات حيوانات كبيرة الحجم جدا قد يصل طولها لعدة أمتار بتعيش في الميا الملحة الطرفين الأماميين هي لها أربع أطراف زي الفقريات كلها الطرفين الأماميين بيبقوا شكلهم على هيئة مجاديف للعوم الخلفية غالباً مش موجودة وتوجد العظام بتاعتها أثارها تحت الجلد رغم أن هيها بتعيش في الميا إلا أنها تتنفس الهواء الجوي بالرئتين بنجد أن تختلف عن الأسماك العادية اللي بتعيش في الميا فإن المروحة اللي موجودة في الزيل المروحة الخلفية للزعنفة الخلفية اللي هي الزعنفة الزيلية بتبقى أفقية والإناس بتلد زي كل الساديات الحقية وترضى صغرها الأمثلة بتاعتها الحوت والدلفل أيضاً عندنا الردبة السبعة ردبة القوارض حيوانات غالباً بتبقى صغيرة الحج بيبقى الفم فيه زوج قواطع حادة على الفك العلوي وزوج آخر على الفك السفلي نجد أن الزيل بتاع هذه الحيوانات كوسيلة للتوازن أثناء الجري بيبقى طويل والأذن قصيرة الأمثلة بتاعتها الفار اليربوع الجرزان والسناجب جمع كلمة سنجاب ردبة الأرنبيات زي الأرنب وده بيبقى ليها زوجين من القواطع في الفك السفلي وده الاختلاف عن القوارض القوارض لها زوج واحد من القواطع على الفك العلوي وزوج على الفك السفلي لكن الأرنبيات لها زوجين من القواطع في الفك العلوي وزوج واحد في الفك السفلي الزيل بيختلف أيضاً في الأرنبيات عن القوارض فبنجده في الأرنبيات قصير في حين أنه في القوارض طويل الأزن في الأرنبيات طويلة بينما الأزن في القوارض قصيرة وقلنا المثال زي الأرانب الخفاشيات الردبة رقم تسعة من رتب السديات الحقيقية حيوانات ليلية تنشط ليلاً وتعيش في المناطق المهجورة أطرافها الأمامية تحولت لأجنحة ولكن ليست أجنحة ريشية زي الطيور لا دي تكونت نتيجة أنه الأصابع من التاني للخامس الأربع أصابع الكبيرة طولت استطالت والجلد امتد ما بينها فعملت جناح هذه الحيوانات تتميز بأنه حاسة الإبصار عندها ضعيفة جداً تعتمد على السمع للموجات فوق الصوتية اللي بتصدرها وترتد من الأجسام اللي قدامها إلى الجهاز السمع عندها فبتقدر تحدد المسافات وأنواع الأجسام المقابلة لها أثناء الطيران المثال بتاعنا زي الخفاش الردبتين الأخيرتين من رتب الساديات الحقيقية هي ردبة الخرطوميات زي الفيل واضح من الإسم ودي لها خرطوم عضل طويل بيتكون من انتداد الشفة العليا شفة العليا تتحور إلى خرطوم وده بتستخدمه الفيلة في أشياء كتيرة في الحصول على الغذاء في رفع الأسقال في شرب الماء السنتين اللي موجودين اللي هما النابين اللي موجودين في الفك العلوي بيبقوا أطول من بقية الأسنان وحال إن بيصل طولهم لعدة سنتيمترات قد تصل إلى متر بيسموهم نابي الفيل ودولا بيتكونوا من العاج وبيبعليهم قيمة اقتصادية كبيرة وده سبب كسرة استياد الفيلة للحصول على اللي بان مما أدى إلى نقص عدد الفيلة وتهددها بالانقراض آخر ردبة وأرقى ردبة في مملكة الحيوان وأرقى ردبة في الفقاريات وفي الكائنات الحية على الإطلاق هي ردبة الرئيسيات وهذه الردبة بيبقى لها زوجين من الأطراف يعني أربع أطراف خماسية الأصابع وبنجد إنه الإبهام في الطرف العلوي في الزراعين بيبقى الإبهام دولة بيبقوا في اتجاه مختلف عن بقية الأصابع ومتعامل معها وده بتساعدها على الإنساك بالأشياء هذه المجموعة من الكائنات اللي هي الرئيسيات المخ فيها كبير جهازها العصبي بيبقى راقي وبيبقى معقد جدا والأحساس فيها بيبقى راقي جدا ومعقد الأمثلة بتاعتها القرى ده بأنواعها اللي يمور الغوريلا الشامبانزي أنس ناس وعلى قمة الحياة أرقى الكائنات الحية على الإطلاق وهو الإنسان بكده بكده نبقى أنهينا تصنيف الكائنات الحية وإلى اللقاء في درس جديد ترجمة نانسي قنقر